السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعضينا فصولية البيضة الناشفة بأحلى وأجمل طريقة بجد هتاكلي أحلى شوية فصولية بيضة في حلة هنحط كوباية ونصف فصولية بيضة هذه الكوباية وضي النص ونزود عليهم مية ونسوبهم يتنجوا حوالي 12 ساعة بس خلال 12 ساعة دولة نغير عليهم المية مثلا كل 4 ساعة نكب المية القديمة ونحق مية جديدة ونرجع بعد 4 ساعة تاني نكب المية القديمة ونحق المية جديدة وهكذا لازم نغير المية عليهم بعد 15 ساعة من النقع قبيت المية اللي كانت فيهم وصلتهم كويس خالص وحقت لهم مية نظيفة ونحقهم على البتجاز على نار وسط لحد ما يستوي نصف استوى بصوا كمية الفصولة بتزيد ازاي عشان كده قوتلكم كوباية كوباية ونصف الفصولة اول ما تنقعها بتزيد اول ما تسلقها بتزيد اول ما تحقها في السلصة بتزيد اكتر بعد ما غالت بيطلع لها ريمي قدع على الوش فانا بكوبشة ونشيل للريمي اللي بيظهر قدع على الوش ونسيبها تكمل سالج خلاصة هي الفصولة استوى تمعي نصف استوى نخوضها ونصفيها ونحقها على جام لحد ما نعمل التسبيكة بتاعتها في حل على النار نحق ملعقتين سامنة ننزل عليهم بصلة كبيرة مع خمس فصول ثوم ما فرمين ناعم يبقى بصلة كبيرة مع خمس فصول ثوم وفرميهم ناعم خالص التوم بيديها ضعم حلو خالص عشان كده ما تستغنش عن التوم مع البصل اللي تفرميها ونفضل نقلبهم ونستنهم لحد ما يصفر شوية بعد ما صفروا معايا ننزل عليهم بالتوابل وهي ملح بهارات مشكلة فلفل اسود فصن حبهان ونقلب البهارات معاهم لحد ما نحسن البهارات طلع سرحتها بعد ما طلعت رحة البهارات نحق عليهم الضماطم دولة خمس حباء طماطم عصرتهم كويس خالص وهصف فيهم وحقهم عليهم الخمس طماطمات خليهم مقبار شوية بعد قداوة نسيبهم مع بعضهم لحد ما يسبقوا خليهم على نار هادي وزوات عليهم شوية شوربة بعد ما استبقت معايا نحط فيها اللحمة أنا اللحمة ناوة دي كانت مسلوقة ونقصها سيرنا بسيطة خالص على الاستواء عشان كده هحقطها تكمل استواء مع الفصولية وبعد كده هنزل بالفصولية ولو احتاجت تاني ممكن احط لها ميا او احط لها شوربة بس لو كانت شوربة هتكون احلى واجلبها وغائها واسيبها تستوي على نار هادي خالص خالص خلاص الفصولية استوات معايا واللحمة كملت استواء يجمع عشان طبيق اللحمة ريطلع حلو تسوي على نار هادي هتلع مستبك وحلو اشتركوا في القناة